سيد نجار بداية باعتقادك سيد نجار هل أشعلت زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان فتي للحرب ما بين بكين و تايبيه؟ حياكم الله لكم و لمشاهديكم بتصوري زيارة بيلوسي كانت إلى تايوان كانت نقطة فارقة فعلا كمحاق خارجي بالنسبة للصين ظني أن الصين تعرضت لحالة استفزازية كبيرة جدا من الولايات المتحدة الأمريكية عقب هذه الزيارة التهديدات والتصيحات التي سبقت هذه الزيارة كانت واضحة وجلية على أن الصين سيكون لديها موقف حازم ولكن النتيجة أن الأمر جرى وكأن شيئا لم يكن الآن تضع الصين كل جهدها لمعاقبة أو محاسبة أو إظهار أن تايوان يمكن أن تدفع السمن وبالتالي هي تريد أن تسترد جزء من كرامتها المهدورة بعيدة زيارة بيلوسي إلى تايبي بظن أن الصين لا تريد أن يكون هناك حرب مفتوحة مع تايبي سيما وأنها لا تعلم حقيقة الموقف الغربي كيف سيقول إليه وأيضا هي لا تعلم إمكانيات العسكرية بشكل دقيق بالنسبة لتايوان جميعنا يعلم أن تايوان تحضى نفسها منذ فترة طويلة من خلال الولايات المتحدة الأمريكية إلى أي استفزاز لذلك أنا بظني لا تايوان تريد أن يكون هناك اشتعال لمواجهة ولا الصين تريد أيضا أن يكون هناك مواجهة مفتوحة لذلك بتصوري سيكون الأمر فقط من باب استعراض القوى استعراض العضلات أكثر منه أن يكون حرب مفتوحة ما بين الصين وتايوان اشتركوا في القناة